السلام عليكم ورد من قناة ورافانز وحلقة جديدة في حلقة اليوم سوفيان المرابط شقيق اللاعب المغربي نوردين المرابط محبوب الجماعير المغربية سوفيان المرابط لاعب شاب 26 سنة لاعب وسط الميدان ارتكاز يمارس في الدوري الإيطالي رفقة فريق إيلاس ديفيرونا إيلاس ديفيرونا صراحة كان يعاني كل موسم لضمان البقاء في سيريا ولكن أصبح من الموسم من المفاجآت الصارة في الدوري الإيطالي ينافس بقوة لخطف إحدى البطاقات الأوروبية الموسم المقبل تقريبا أصبح على بعد 6 نقاط من السي لميلانو ويرجع الفضل في هذا لللاعب سوفيان المرابط وكذلك للمدرب قوريش يعني سوفيان المرابط قطعة أساسية لا غنى عنها في تشكيلة قوريش بالمناسبة يعتبر من تلاميذ المدرب قاسبريني والمدرب دير أطالنطا المفاجأة الصارة في إيطاليا وأوروبا ينافس وبقوة اليوبي للفوز بالقب السكوتيتو وكذلك ضمن التأهل لربع النهائي دوري أبطال أوروبا باش يكون عندك فريق متواضع سواء من حيث اللاعبين وكذلك من حيث القيمة التسويقية لللاعبين وكذلك من حيث الباجيت وتنافس اليوبي وبقوة وتنافس وتأهل لربع النهائي دوري أبطال أوروبا تنظن يجب أن تتوفر على مدرب عنده شخصية قوية وكذلك لاعبين يمكن لهم لترجموا أفكار دي المدرب داخل أرضية الملعب يعني واتشي لكي بينا المستوى الجيد الذي يقدمه إيلاس دي بيرونا حيث يشبهه الكثيرون بمستوى الذي يقدمه أطالنطا وهذا راجع لأن المدرب غوريتش من تلاميذ غاسبيريني صحف الإيطالية أثنت كثيرا على اللعب سوفيان المرابط خصوصا في اللقاء الأخير الذي قدمه إيلاس دي بيرونا ضد لينتا دي ميلا وانتهى بهدفين لمثلهم أهنذاك سوفيان المرابط قدم مقابلة تاريخية مقابلة خيالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى كما كنقوله باللغة العامية حرط أرضية الملعب وقف سدا منيعا أمام هجمات الإنتر دي ميلا يعني أهنذاك بعض الصحف الإيطالية عنوانت سوفيان المرابط يلاعب إنتر دي ميلا لوحده وصحيفة أخرى قالت سوفيان المرابط لا يستسلم خده معك الحرب ولن تندم وهذا يبين لنا القيمة الكبرى للعب سوفيان المرابط في الدوري الإيطالي ويعتبره الكثيرون من أبرز لاعبين الارتكاز في الدوري الإيطالي المدرب غوريتش صرح قائلا على سوفيان المرابط يعتبر أكبر وأحسن مفاجأة في مسيرتي التدريبية لاعب نضج وتطور بطريقة سريعة وبطريقة جيدة ولاعب أثبت على أن القوة الجسدية ليست هي كل شيء في كرة القدم بل هناك صفات أخرى يجب أن يتوفر عليها لاعب كرة القدم خصوصا عندما نتحدث على لاعب الارتكاز ومن بينها الدكاء طريقة استخلاص الكرة بدون ارتكاب أخطاء حسن التموقع داخل أرضية الملعب تمرير الكرة بطريقة دقيقة المدرب غوريتش قال على أن هذه الصفات كلها تجتمع في سوفيان المرابط وتنبأ لسوفيان المرابط بمستوى أو بمستقبل واعد في كرة القدم الإيطالية يعني نتمنى على أن اللاعب سوفيان المرابط يكمل على نفس النهج ويواضب لأنه صراحة ما يقدمه داخل أرضية الملعب يعني مستوى مبشر ومستوى تابت والمستفيد الأكبر سيكون المنتخب الوطني المغربي يعني منذ اعتزال اللاعب الأحمدي واللاعب بوصوفا المنتخب الوطني المغربي عانى كثيرا في وسط الميدان وتنظر على أن المكان ديسوفيان المرابط سيكون محجوز وبنسبة 99% في وسط الميدان كيف ما قلت اللاعب اقتداءا من الموسم المقبل سينتقل إلى فريق فيورنتينا فيورنتينا الذي يعاني كثيرا هذا الموسم في الدوري الإيطالي تنظر على أن هو يحتل المركز الحادي عشر وهذا المركز لا يليق بفريق من قيمة فيورنتينا تنظر على أن لهذا تعقد فيورنتينا مع لاعب من قيمة سوفيان المرابط صراحة لاعب تحول من لاعب غير مرغوب فيه من طرف العديد من الأندية إلى لاعب تتهافت للتعاقد معه العديد من الأندية الكبرى يعني سوفيان المرابط كان قريب جدا التعاقد مع فريق نابولي يعني بعض الجزئيات البسيطة أفسدت الصد الصفقة في آخر لحظة تنظر على أن نابولي الإيطالي سيندم كثيرا على عدم التعاقد مع سوفيان المرابط يعني في آخر لحظة فيورنتينا دخل وعطى واحد العرض جيد لسوفيان المرابط قيمة الصفقة بـ 20 مليون أورو وكيف ما قلت صراحة هذا المبلغ زهيد مقارنة بما يقدمه اللاعب داخل أرضية الملعب دائما جنسية اللاعب اللاعب العربي يعني ما كنت تدفع فيه واحد المبالغ كبيرة وهذا راجع الأسباب يعرفها الجامع عموما بغينا ندلعو هذه الحلقة ونتحدت على اللاعب المغربي سوفيان المرابط لأني صراحة شاهدت العديد من اللقاءات لهذا اللاعب رفقة المنتخب الوطني المغربي ما كانش واحد لمستوى مبهر وتفاجأت بالمستوى الرائع الذي يقدمه الآن وتفاجأت بالتطور الكبير في شخصية اللاعب داخل أرضية الملعب واشكد ضنع لأن سوفيان المرابط سيتطور الآداء ديالو رفقته فريقه الإيطالي سواء هذا الموسم إلى زفيرونا أو الموسم المقبل رفقته الفيولة وهل المنتخب الوطني المغربي هل سيستفيد من إمكانيات سوفيان المرابط وهذا ما نتمنع إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا باللايك وبشير بالنسبة لك يشاهدنا أول مرة تسجيل في القناة ديالنا فعل جرس تنبيهات بس يوصلك الجديد أول بأول وما تنسوش أيضا تسجيلو صفحة ديالنا على الفيسبوك وصفحة الإنستجرام غنخلي لكم اللينك في أول تعليق متبات كان معكم ريدا من قناة كورا فريق اشتركوا في القناة